السلام عليكم ورحمة الله ازاي وكرا شباب عمليني معكم عمر عصم من قناة التوامان. النهار ده نتكلم عن نتائج مباريات دورة ابتال اوروبا اليوم السلساء ستاشر تلاتة الفين واحد وعشرين. طبعا دي مباراة الاياب. هنتكلم عن مباراة ريال مدريد واطلانتا ومباراة منشستر سيتي وبروسيا منشنج لباخ. اول مباراة نتكلم عنها هي مباراة ريال مدريد واطلانتا اللي انتهت بفوز ريال مدريد تلاتة واحد. اللي سجل الهدف الاول بنزيمة في الديا اربعة وتلاتين اسست مودريدش بصها لقصاد الجون وبنزيمة خلصها. تاني هدف جي في الديا ستين عن طريق سرجو راموس ضربة الجزاء. اللي خد ضربة الجزاء فينيسيوس وكان فيها شك لانها كانت من على خط منطقة الجزاء. في الديئة تلاتة وتمانين سجل اطلانتا الهدف الاول عن طريق لويس موريال. طبعا هدف عالمي ضربة فاول. وتلعبت بسلوب غريب شوية نوقفه تلاتة من لعبة اطلانتا وصاد الكورة وضاهرهم للكورة. وتقدموا لحيطة ريال مدريد وراح اتشتته. وراح اللاعب شاطها على المرمى وهدف عالمي لفريق اطلانتا. في الديئة خمسة وتمانين اسسيو سجل الهدف التالت عن واسست لوكاس فاسكويز. بس وانتهت المباراة على كده تلاتة واحد. والاجمالة اربعة واحد لان ريال مدريد كسبت اطلانتا في الزهاب واحد سفر. نخش على المباراة منشستر سيتي وبروسن منشنج لاباخ اللي انتهت بفوز السيتي اتنون سفر. طبعا اول هدف في الدقاءة اتنواشر عن طريق دي بروين هدف صاروخي بقدم اليسرى جات في العرضة والجون وطبعا كان من اسست محرز. وفي الدقاءة 18 جندو جان سجل الهدف التاني اسست فودن عن طريق انفراد. وراح ركنا بكل سهولة على يمين حرس المرمو. وبكده السيتي فاز باجمالة اربعة صفر على منشنج لاباخ. وطبعا الفرق الانجليزية. نتائجة شابهة البعض. يعني ليفربول غلبة لايب يزج في الزياب اتنون سفر. في الاياب اتنون سفر. نفس السيت بالزبط. بس ودي كانت مباريات النهاردة. يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك وشير. وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر التنبيات عشان يوصلوا لكل الفيديوات الجديدة. والسلام عليكم ورحمة الله. اشتركوا في القناة